هنا بمعهد باستور يتم إنتاج الأمصال المضادة للتسممات العقربية هي عقارب مختلفة تم تجميعها من مختلف الولايات تسمح عملية جمع العقارب بتقليص عددها والحد من انتشارها من جهة وكذا باستخلاص سم العقارب كمادة أولية لإنتاج المصل منطقة الواد، مسيلة، لغواط، بسكرة، جنوب باتنة، ورقلة هذو قاح يجيبون العقارب المحط باستور الملحاقة المحط باستور ونحن يجيبون نوعين تلت أنواع ولكن نحن ننحهم نوع واحد فقط لنوندروفونيس وأستراليس فقط نخدم المصر من هذا النوع هو رح يحمي ضد الأنواع الأخرى وهو 18 بكثرة الأنواع الأخرى ليس 18 بكثرة نجيبون حوالي خمسين ستين ألف أقرب سبعين ألف أن الأنثى تولد في نهاية شهر أفريد تولد بين ستين حتى المية ورابعين وكلهم يعيشون وفي الزير كان حوالي ثلاثة ورابعين نوع من الأقارب وكان نجيبون لهذا النوع مثلا شوفوا هذا النوع هذا النوع شوفوا الحلقة الرابعة تلقوها مستطيلة الشكل هاي شوفوا الحلقة الرابعة تلقوها مستطيلة الشكل إذن هذا النوع هو عنده نفس اللون كما هذا العقرب ولكن هذا النوع غير قاتل هذا النوع لنقوه بزاف شمال أضرار تين دوف و بشار على بيها هذو كل مناطق لا تستجيش وفيات بزاف كما هذا النوع نقوه بزاف شمال نقوه في بلايات القبائل تيكزير نقوه في أزفون في مثلا جرجرة هذا النوع ونقوه كذلك في الصحراء كما هذا النوع غير قاتل نقوه حتى في بوز الريعة تنتشر في الولايات الداخلية والجنوبية أصناف من العقارب أخطرها يتم تعرف عليه من خلال شكل الفقرات كيفاش نفرق بين اللوع القاتل والنوع لي ما يقتلش النوع القاتل هاوليك لكن شوفوا في الصورة هاوليك نحسبوه الحلقات التاع واحد ثين ثلاثة عربعة شوفوا باللي الحلقة الرابعة رهي مربعة تشكل ولا مكعبة يعني هاي لك مربعة شوفوا مربعة شوفوا هذا النوع الأسود ونذهب الحلقة الرابعة واحد ثلاثة عربعة ثاني مربعة تشكل حلقة الرابعة ها مربعة تشكل هاي والسم يخرج من هاي لكل غدال يخرج من هاي لكل غدال يتخدم هنا ويخرج من الشوكة من السم السم العقرب لو كانت روح له هاي خلاص يولي غير خاطر ولكن ما يعيش بالزاف لقد شويس حق السم باش يصيد به هذا يكبير في عمره حوالي خمس سانوات ربع سانوات خمس سانوات وهذا في عمره عام ونفسه كيكون صغير يكون هاك يكبر يولي هاك كي يكبر يقدر يولي 12 سنتيمتر من ناحة الهنة هذا يقتله هذا يقتل نفس المفعولة هو بعد خمسة واربعين يوم يولي قاتل بهذا المخبر يستخلص السم من العقارب يقوم المختص بشد العقرب بواسطة ملقط ويعرضه إلى جهاز ينتج شرارة كهربائية فيكون رد فعل العقرب إخراج السم الله رئي فونا نحو السمت على العقرب هنا نحوه نحطه في هذا الجهاز الناقوس هذا نحطه هنا ونخلوه ينشف كي ينشف للسمت على العقرب وبعد نخبوه في تلاجة أربع درجات ونخلوه نستعملهم لعدة سنوات لما اداء أول جميع الأحصنة المتواجدة بالإستبل يتم الاعتماد عليها لإنتاج المصل يتم حقن السم المستخلص من العقارب بجسم الحصان اختيار الحصان جاء وفقاً لقدرته على إنتاج الأجسام المضادة بكميات كبيرة هنا لدينا 50 أحصنة نقوم برعايتهم هم أحصنة فردد سلالة شمال إفريقيا حصان البرباري أكثر الأحصنة اللي هنا حصان البرباري الحصان قبل من نحوله الدم كي يقوم بإنتاج المصل نعطي له فيتامينات شوية بروتينينات نعطي له أدوية مضادة حرية ويوغة ومن بعد بعد من ننزعه المصل في الدم عن طريق الدم نقوم ثانيك نزيد نعطي لهم شوية مقاويات ويأكلهم لي ونقوم برعايتهم لازم الحصن يوميا رعاية يومية في نهاية الأسبوع اليوم وبعد مرور خمسة أيام على حقن الحصن بالسم العقربي يتم التوجه به إلى مكان استخلاص الدم يتم استخلاص الدم من وريد الحصان ليمر على هذا الجهاز وبعد عملية الطرد المركزي يتم استخلاص المصل وإرجاع كريات الدم الحمراء والبيضاء لجسم الحصان البلازما المحصر عليه وبفضل احتوائه على الأجسام المضادة لسم العقرب يستعمل لإنتاج المصل النهائي نبحتهم المخبر آخر نبحتهم المخبر آخر هذا المخبر الأمصار علاجي يقوم بعلاج كيميائي وفيزيائي لهذا المصل الخام لا يمكنك أن تقوم بالمصل الخام يجب أن ينحيل بعض المواد بعض البروتينات يدير له بعض الإضافات وفي الآخر في الآخر نتحصله في الآخر في الآخر نتحصله على هذا المصل المضاد يتسمون العقرب يجب أن نتركه فيه على الشكل قارورات هذه كتاعة 5 مليليتر هذه التي توزع المستوى الوطني توزع المناطق الحمراء كما مثلا ورقلاتها من راست أضرار وبعد تجي المناطق البرتقالية كما مثلا انتيارة لندية وبعد تجي المناطق البيضاء تحسيس المواطنين وتوعيتهم بأخطار اللسعات العقربية تساعد على تجنب التسرفات الخاطئة التي قد تؤدي بحياة المصاب لا يجب أن نجروا لا يجب أن نمصوا لا يجب أن نربطوا مكان للسعاء لا يجب أن نشلطوا وننضروا الغاز البيطان والحجرة السودان وما يجب أن ننضروا يجب أن نتوجهوا الأقرب مركز صحي ممكن في الساعة الأولى يجب أن نربطوا حيوانات أليفة كما القنفض والدجاج والقتل يلتهموا العقرب لا يخلوه ويجب أن نثغر منازل إنارة العمومية تعبيد الطرقات هنا تضافر عدة قطاعات جمعات المحلية البيئة التعليم الإعلام ويجب أن نسده الثغور لا نكون نفاية أمن منازل العقرب وين يلقى نفاية ينتشر وكان نحو نفاية العقرب يقل من العقرب إلى الحصان مرورا بالمخبر ليصل إلى جسم الإنسان هو مسار إنتاج المصل المضاد لتسممات العقربية فخلال سنة 2019 أنتج معهد باستر أكثر من 85 ألف جرعة لمواجهة لساعات العقارب والحد من الوفايات التي تنجر عنها